موسيقى موسيقى التحليلية من الميادين الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي وموسكو تتعهد بمواجهته بالشكل المناسب ما هي العقبات التي يمكن أن تحول دون تطبيق آلية لهذا القرار وأي تداعيات على الأسواق العالمية؟ غضب وأضراب عام في فلسطين المحتلة عقب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد ناصر أبو حميد شهيد آخر لسياسة الإهمال الطبيعي المتعمد وآخرون ينتظرون بعد توصية بملاحقته جنائيا ترامب يتايم خصومه بمحاولة إقصائه موسيقى هل تحقق توصياته إلى أجلد التحقيق في أحداث الكابيتل هدفها في إدارة ترامب ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية؟ وفي وثيقة اليوم أكثر من عشرة مخاطر عالمية لعام 2023 موسيقى من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة مع إيران والتوتر مع الصين والتغير المناخي أي مسارات في العام الجديد موسيقى وفي قضية اليوم عشرات الضحايا في هجمات لداعش في كاركوك وديالا بالعراق موسيقى هل هي مجرد فلول للتنظيم الإرهابي؟ أم هو مخطط لإعادة إحياء مشروع التكفير والتدمير في المنطقة؟ موسيقى بعد أشهر من الأخذ والرد دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي عند 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة على أن يبدأ العمل بالاتفاق منتصف شباط فبراير المقبل قرار توعدت موسكو بالرد المناسب عليه فيما توالت التحذيرات من تأثيراته في توازن الأسواق العالمية نتابع ثم نحلل إذا تجاوزت أسعار الغاز عموماً 180 يورو لكل ميجاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية يفرض السقف لسعر الغاز الروسي هذا ما اتفقت عليه 27 دولة في التكتل الأوروبي وبررت قرارها بالحاجة إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع فاتورة الغاز لم تتضح تفاصيل تطبيق هذا القرار غير أن الوثيقة التي نشرها الاتحاد الأوروبي تفيد بأن سقف سعر التكتل لن ينخفض عن 180 يورو لكل ميجاوات ساعة حتى لو انخفض السعر المرجعي العالمي للغاز لكن إذا ارتفع السعر المرجعي يتحرك معه سقف الاتحاد الأوروبي ويبقى أعلى بـ 35 يورو إذن يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان قدرته على تقديم عروض أعلى من أسعار السوق لجذب الغاز الذي بات شحيحا بفعل تقليص الإمدادات الروسية من دون أن ينهك ميزانيات حكوماته بفاتورة عالية لجراء الغاز القليل المتاح من روسيا لكن هل يضمن ذلك عدم الإضرار بتوازن سائر الأسواق حول العالم؟ لعل الإجابة الأوضح جاءت في كتاب أرسلته بورسة انتركنتيننتل إلى المفوضية الأوروبية وحذرتها من توقف مزودي سيولة عن بيع العقود الآجلة للغاز عبر منصة تيتي أف الهولندية وهي مرجعية بالنسبة إلى أوروبا وتفضيلهم السفقات الخاصة على منصات أخرى لا سقف لها ولم يتردد وزراء الطاقة في كل من ألمانيا وبلجيكا في التشكيك بجدوى هذه الخطوة مؤكدين أن مشكلة انخفاض المخزون آتية لا محالة في شتاء العام المقبل فيما انتقد وزير الطاقة الجزائري الأحادية الأوروبية وقال إنها تقيد الأسواق أما الموقف الأكثر تأثيرا في الأسواق الموقف الروسي فلم يعلن بعد الكريملين اكتفى بوصف السقف الأوروبي لأسعار الغاز بالاعتداء على أسواق الطاقة ولوحة بإجراءات جوابية من دون أي تفاصيل محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية الزميلة موسى عاصي هل يمكن ترجمة آلية تحديد سعر الغاز في أوروبا؟ وهل هناك من عقبات يمكن أن تحول دون ترجمة هذه الآلية بالواقع؟ في المرحلة الحالية وحتى منتصف شباط فبراير المقبل لن يكون هناك مشكلة على أساس أن أسعار الأسواق العالمية اليوم للغاز هي أقل بكثير من سقف السعر الذي حدده وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس اليوم يشترى الميجاوات في الساعة بحوالي 100 إلى 115 يورو بينما السعر الأوروبي 180 إذن المشكلة ستبدأ فعلا بعد منتصف شباط فبراير المقبل وهذا التاريخ بالمناسبة التي حددته أوروبا لسريان مفعول هذه الآلية عندما تقفز الأسعار أي عندما ينخفض مستوى مخزون الاتحاد الأوروبي من الغاز حاليا المخزون لا يزال بمستوى عالي جدا ولكن في منتصف الشتاء سينخفض بشكل كبير وفي هذه المرحلة بالتحديد تستعدى الدول الأوروبية لملء المخزون استعدادا للشتاء المقبل أي شتاء 23 و24 هنا سترتفع الأسعار بشكل أكبر بكثير من المرحلة الحالية وهنا بالتحديد ستبرز العقبات العقب الأولى هو في حال قفزت هذه الأسعار إلى ما فوق 180 أو إلى النسبة التي كانت عليها قبل عدة أشهر بحلول 400 يورو أو دولار للميجاوات ساعة عندما تريد أوروبا تخفيض هذا السهر إلى 180 يورو هناك فرق 120 يورو هل ستوافق الدول المصدرة مع أوروبا بيع هذا الغاز بسهر أقل ب120 يورو إلى الاتحاد الأوروبي المسألة الثانية في القرار الذي صدر بالأمس هناك استثناء يسمى استثناء هنجاريا الذي يستثني الاتفاقات الثنائية من هذه الآلية من سقف تحديد الأسعار كون هنجاريا تشتري الغاز بشكل ثنائي مباشرة من روسيا السؤال هنا أيضا ماذا لو أرادت ألمانيا أكبر اكتصار في أوروبا أن تسير في مصار هنجاريا وأن تشتري الغاز بشكل ثنائي ليس من روسيا فقط إنما من دول أخرى أو مصادر أخرى ماذا سيحل بهذه الاتفاقية إذا أرادت ألمانيا شراء الغاز بـ 300 أو 350 يورو للميجاوات ساعة بينما السعر الأوروب المحدد هو 180 ميجاوات ساعة وهنا التساؤل أيضا يطرح على الحلفاء بالنسبة لأوروبا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أنتقل إليك محمد كريم ورسل ميادين من واشنطن يعني كان هناك تحديد لسقف سعر الغاز بالنسبة لأوروبا هل يمكن أو ستتمكن الولايات المتحدة من تعويض مشتريات الغاز لأوروبا وكيف؟ وفلا يبدو أن الولايات المتحدة اليوم يمكن لها أن تعوض إمدادات الغاز الروسي للأوروبيين ولحلفائها هناك في القارة الأوروبية على أقل تقدير خلال فصل الشتاء والمرحلة التي ستعقب هذه الفترة ومن هنا لربما نلمس حديثا هنا يجري في واشنطن عن أهمية وضرورة إيجاد حل سياسي للحرب في أوكرانيا الحديث أخذ أيضا وتيرة متزايدة بمسألة فصل الشتاء وانعكاس هذا الفصل القاسي على القوات الأوكرانية في هذه الحرب وكيف أن القوات الروسية متمرسة على خوض حروب بهكذا الفصل وبالتالي هنا تكمل خطورة المشهد للقوات الأوكرانية كما تصوره الولايات المتحدة اليوم الأمر الآخر أيضا هو تردد الولايات المتحدة في منح أوكرانيا أسلحة معينة خصوصا الأسلحة المتعلقة بالصواريخ بعيدة المدى للأوكرانيين الأمر الآخر ولعله ربما الأهم هو أن الولايات المتحدة اليوم وفا هي تراقب التحركات الشعبية داخل أوروبا عن كثب وأيضا تزايد المطالبات تدرك أن هناك مطالبات متزايدة بين الأوروبيين بأهمية وضرورة الخروج من عباءة الناتو خصوصا بعد حديث مسؤولين أوروبيين عن أن الولايات المتحدة تبيع الغاز لأوروبا بأربعة أضعاف السعر الغاز الذي تشتريه أوروبا من روسيا وهنا السؤال الأساسي أعود إليك موسى ما الذي تستفيد منه أوروبا من تحديد وتسعير سقف للغاز الروسي في ظل هذا الحراك الشعبي في معظم العواصم والمدن الأوروبية وأيضا ما هي التدعيات إذا ما تحدثنا على المستوى العالمي خارج حدود الدول الأوروبية في حال نجحت أوروبا في تطبيق هذه الألية فإنها ستكسب إذا ما أردنا المقارنة دائما مع سهر الميجاوات ساعة في الصيف الماضي أربعمائة يورو وبين السهر المحدد من قبل أوروبا مئة وثمين يورو يعني هناك فرق مئة وعشرين يورو وهذه طبعا للكميات الضخمة التي تستخدمها أوروبا هناك أرباح طائلة وبالتالي سينعكس هذا على قدرة تنافسية للشركات الأوروبية وأيضا سينعكس على راحة المواطنين ستنخفض بالتحديد فاتورة الكهرباء ولكن هذا الأمر أعود وأكرر في حال نجاح هذه الألية سيؤدي إلى بلبلة كبيرة جدا في الأسواق العالمية سيكون هناك عدة أسعار للغاز سهر خاص بأوروبا المولايات المتحدة الأمريكية لن تتأثر بها بالأسعار كون الأسعار هناك أقل بكثير حتى من السقف الأوروبي روسيا لن تتأثر هي مصدرة للغاز الصين لن تتأثر تستورد الغاز بأسعار منخفضة من روسيا والدول النفطية أيضا لن تتأثر بطبيعة الحال من سيتأثر بهذا الموضوع هي الدول الفقيرة التي ليس لها القدرة على فرض أسعار موحدة على الأسواق العالمية ومصدري الغاز والنفط وبالتالي ستضطر لشراء الغاز بالأسواق بحسب أسواق العالمية وبحسب السعر الموجود في البورسة ويمكن أن يصل هذه الأسعار إلى الرقم الذي تحدثنا عنه قبل قليل 400 يورو أو دولار للميجاوات في الساعة وبذلك سيتأثر بشكل مباشر هذه الدول وستجد نفسها أمام خيارين إما شراء الغاز بهذه الأسعار الضغمة التي لا قدرة عليها لوضعها إما أنها لن تشتري الغاز أو ستشتري كميات منخفضة وبالتالي سينعكس على هذه الدول المزيد من الفقر والمزيد من الحاجة والمزيد من الأزمات الاقتصادية نعم موسى لم يهزم السرطان الأسير ناصر أبو حميد كما يقال عن المرضى الذين يصابون به ولا يكتب لهم الشفاء بل قتله الاحتلال بأدته المعروفة بسياسة إهمال طبي ليس الشهيد أبو حميد أولى ضحاياها وربما لن يكون الأخير استشهد أسير جديد من المرضى في سجون الاحتلال يجدد عشرات الأسئلة عن واقع هؤلاء وعن الصمت إزاء معاناتهم نتابع ثم نحلل استشهد ناصر أبو حميد وانضم إلى ركب شهداء الحركة الأسيرة استشهد بعدما قاوم الاحتلال وقاوم المرض الذي فتك به نتيجة سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد اعتقل في العام 2002 واتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل سبعة إسرائيليين إبان انتفاضة الأقصى أنا حكيت له يوم الله يسعيل عليك أمنيتك تروى عند عبد المنعم وهي رب نحقق لك أمنيتك عند عبد المنعم هو بس أمنيته أنه يعني يكون على أرض الوطن على أرض فلسطين اللي ضحى وناضل من أجلها مش عشان ينحط في تلاجة الموت الإضراب العام والغضب الشعبي عما الضفة فيما جابت مسيرات حاشدة المدن الفلسطينية عائلة أبو حميد أعلنت أنها ستقيم خيمة اعتصام وسط مخيم الأمعر للاجئين في مدينة البيري ولن تقبل عزاء بابنها قبل تسلم جثمانه لن نفتح بيت عزاء لأن أولا ناصر هو شهيد كل بيت فلسطيني شهيد الشعب الفلسطيني كله ونحن أولا وقبل العزاء بحسب ديننا وبحسب عاداتنا وتقاليدنا الوطنية إكرام الميت دفنه ونحن الاحتلال الظالم لم يسمح لنا بدفن ناصر إلى الآن ناصر أبو حميد ارتقى بعد إصابته بسرطان فرئة قبل نحو عام فيما رفض الاحتلال الإفراج عنها لقضاء أيامه الأخيرة مع عائلته وبارتقائه يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيداً بينهم 11 أسيراً شهيداً لا تزال جتمينهم محتجزاً ناصر أبو حميد كتل ناصر أبو حميد كتل لأنه عندما الاحتلال لا يسمح للمريض أن يعالج خارج السجون معناته الاحتلال أراد لناصر أن يموت وهو قرار سياسي عند دولة الاحتلال يشار إلى أن لناصر أربعة أشقاء تعتقلهم إسرائيل محكومين بسجن المؤبد فيما استشهد شقيقه عبد المنعم عام 1994 وهدم منزل عائلته أكثر من مرة سياسة الإهمال الطبي باتت سيفاً مصلطاً على رقاب آلاف الأسر الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب المسائلة لإسرائيل كدولة احتلال مجبورة بتقديم العلاج للأسر لديها نصر سلمي مخيم الأبع للاجئين في رمالة الميادين وتبقى معنا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين ونبدأ هذا الملف بطرح سؤال أساسي نسرين ناصر هو شهيد من شهداء سياسة الإهمال الطبي وحتى القتل البطيء الإسرائيلي من خلال هذه السياسة بسجون الاحتلال انطلاقاً مما جرى مع ناصر أبو حميد ما هو واقع حال الأسرى المرضى داخل سجون المحتل وفا هناك حوالي 600 أسير مريض في سجون الاحتلال أكثر من 200 منهم مصابين بأمراض مزمنة هناك حوالي 22 أسير مصابين بسرطان معظم هؤلاء الأسرة يتم علاجهم بعد فترة طويلة من اكتشاف المرض لديهم وهذا ما تسميه أو اتهم نادي الأسير الفلسطيني وهي أشؤون الأسرة السلطات الإسرائيلية بتعمد بمعنى أنهم يتأخرون في كشف أمراض الأسرة وبالتالي عند الكشف عنها تكون في مرحلة متقدمة جداً ولا يمكن تقديم العلاج لهم بشكل جيد وهو ما حصل فعلياً مع ناصر أبو حميد عندما كان يعاني من أمراض لفترة طويلة وعندما عرض على الطبيب اكتشف أن لديه سرطان في الرئام منذ فترة طويلة أعول شكعلاً وأزيل الورم وأزيل جزء كبير من محيط الورم في رئتيه لكن لم يعطى الوقت الكافي للاستشفاء داخل المشهر وإنما أعيد إلى سجن عسقلان بمعنى وهو معامل عملية سرطان أعيد إلى المعتقل في ظروف صعبة جداً وهذا ما فقط محالته وهذا انعكاس لصورة الأوضاع للأسرى 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 للأسف الصوت يصل بشكل متقطع نسرين لا أدري إذا سأنتقل إلى موسى من ثم أعود إليكي وواقع يمكن وأثر ما جرى مع ناصر أبو حميد واستشهاد ناصر أبو حميد على الحركة الأسيرة موسى في ظل هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المحتل صمت دولي كيف تعاطت وسائل الإعلام الأوروبية اليوم مع استشهاد ناصر أبو حميد وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وسيما تحرك المنظمات الحقوقية يعني هو كما ذكرت وفا هو هناك صمت دولي حتى على المستوى الأممي لم يكن هناك أي بيان مفترض أن يصدر عن المنظمات الأممية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حول استشهاد أبو حميد ولكن تابعنا بعض وسائل الإعلام أو بعض الصحف الأوروبية التي تحدثت عن هذا الأمر ولكن بشكل عرضي نقلت ما جرى أن الأسيرة الشهيد توفي جراء مرض السرطان من دون ربط هذه الوفاة بالإهمال الإسرائيلي في عدم تقديم الرعاية الصحية ليس فقط للشهيد أبو حميد إنما لكل المعتقلين الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال هناك متابعة خبرية فقط ولكن طبعا على المستوى الرسمي لا نسمع أي شيء عن هذه الجريمة التي ترتكب ليس بحق الشهيد إنما أيضا بحق كل الأسرة المسألة الثانية صحيح هناك غياب تام يعني لم نعد نسمع في الوسائل الإعلام الفرنسية الأوروبية بمختلف الدول الأوروبية أو حتى على المستوى الاتحاد الأوروبي أي تعليق عما يجري في الأراضي المحتلة سوى ما يمكن أو سوى نادرا ما يمكن أن يتعلق مباشرة بالاتحاد الأوروبي كما سمعنا قبل أيام انتقار فرنسي وتوجيها لإسرائيل بسبب ترحيل المحامي الفلسطيني الناشط الفلسطيني صلاح الحموري وهو محامي ناشط جدا في القدس الشرقية صلاح الحموري طبعا والردة الفالة الفرنسية جاءت فقط لأن الحموري هو مواطن فرنسي فلسطيني على هذا الأساس صدر بيان عن وزارة الخارجية ينتقد إسرائيل ويطالب إسرائيل بعدم تطبيق القرار قرار طرد الحموري من الأراضي المحتلة إلى فرنسا أعود إليك نسرين ما إنعكاس استشهاد ناصر أبو حميد على الحركة الأسيرة وما هو المتوقع بالنسبة لواقع الحركة الأسيرة في ظل حكومة اليمين المرتقبة ومع دعوات أمثال بن جافير وسموتريتش لتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين هناك فعلا قلق شديد في أوساط الأسرى الفلسطينيين وأبلغون به بشكل مباشر من الحكومة اليمينية المتطفة وتحديدا إعطاء صلاحيات البنجوري في الشرطة وتدخل أسرى ومسحة السجون هو يسعى فعليا للتطبيق على الأسرى لمزيد من التطبيق على الأسرى وحرمانها من كثير من المقتصبات حتى أن مصلحة السجون الاحتلال أرادت أن تتفاوض معه على هذا الموضوع لأن الأسرى إذا من تقصد حقوقهم سينتفضون وسيطلون وبالتالي هناك سيكون مشاكل للجانب الإسرائيلي لكن الواضح أن بن جافير وحكومة ندنيهم مقبلة لا تريد أن ترى أي شيء باستثناء التصعيد وإعطاء الحق لليمين المتطرف والمستوطنين على حساب الفلسطينيين هناك حالة قلقة هناك حالة قلقة أيضا بما يجري في سجون سياسة الإهمال الطموبي هذا ينعكس على حالهم النفسية وعلى ما يمكن أن يقدم لهم وإنقاذهم وفرصة رؤيتهم لنور والحروج إلى الحرية وفا والآن إلى فقرة وثيقة اليوم تحت عنوان أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023 نشرت مجلة The National Interest تقريرا يظهر هذه المخاطر التي حددتها من منظور أمريكي وعالمي على رأس هذه المخاطر وضعت المجلة ما عنوانته بالأحداث الكارثية المتزامنة بسبب حرب أوكرانيا ووضعت مقياس احتمالية حدوثها ما بين المتوسط وكذلك الأعلى خطورة في المرتبة الثانية جاء عنوان تزايد انعدام الأمن الغذائي وصنف في مقياس المجلة بمرتفع الخطورة أما في المرتبة الثالثة فذكرت المجلة الاترابات والمواجهة مع إيران وصنف هذا العنوان أيضا بمرتفع الخطورة وبالانتقال إلى المرتبة الثامنة أضاءت المجلة على تفاقم أثار التغير المناخي وجاء مقياس احتمالية حدوثه في خانة الخطورة المرتفعة وبطبيعة الحال حضرت واشنطن وبكين في التقرير تحت عنوان تعميق التوترات بين الولايات المتحدة وبين الصين وصنف ما بين متوسط ومرتفع الخطورة التقرير ختم بعنوان مأزق أكثر خطورة في شبه الجزيرة الكورية وهو في المرتبة العاشرة مع تصنيفه أيضا بين متوسط ومرتفع الخطورة انتهت آخر جلسة علنية للجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكابيتول بتوصية بملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب جنائيا الكرة الآن باتت في ملعب الادعاء فهل سيترجم التوصية غير الملزمة إلى إجراء قانوني يقطع على ترامب طريق العودة إلى البيت الأبيض من خلال منعه من الترشح لانتخابات 2024؟ نتابع ثم نحلل قبل أيام فقط من استعادة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب الأمريكي لجنة السادس من كانون الثاني يناير البرلمانية تصوت على توصية غير ملزمة لوزارة العدل بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين لتدخلهم في جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية والضغط على مسؤولي الولايات لكسب مزيد من الأصوات الانتخابية والتحريض على اقتحام الكونغرس والإدلاء ببيانات كاذبة يمكن رؤية الدليل على ذلك في شهادة محام الرئيس ترامب والعديد من شهود البيت الأبيض الآخرين من تصرف على ذلك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا إنه غير مؤهل لتولي أي منصب قرار محاكمة ترامب أو أي شخص آخر يخضع تماماً لصلاحية وزارة العدل التي تجري تحقيقاً منفصلاً يقوده المحقق الخاص جاك سميث بشأن طريقة تعامل ترامب مع الأحداث التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية يمكننا إيجاد مساءلة من خلال نظام العدالة الجنائية لدينا كامل ثقة بأن أعمال اللجنة ستصهم في إعادة رسم طريق للعدالة وتوفر المعلومات للهيئات المعنية لإنجاز مهامها دعونا نشير إلى أن هناك مروحة مساءلة أشمل لمصلحة الشعب الأمريكي أكثر من ألف شهادة استمعت إليها اللجنة خلال تحقيقاتها التي استمرت أكثر من عاماً وجمعت خلالها عشرات الآلاف من الوثائق رافقها العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 52% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب ينبغي أن يواجه تهمن جرمية ويرى مراقبون أن هدف اللجنة من نشر تقريرها هو محاولة من الديمقراطيين مع عدد من قادة الحزب الجمهوري لإبقاء دونالد ترامب خارج البيت الأبيض والحياة السياسية بشكل تام محمد كريم واشنطن الميادين محمد هل يمكن أن تحقق توصيات لجنة التحقيق بأحداث السادس من كانون الثاني يناير هدفها بإدانة ترامب وبالتالي تعيق ترشح دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة عام 2024 بداية توصيات هذه اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من كانون الثاني يناير من العام الماضي هي ليس لها أي ثقل قانوني وبالتالي الثقل هو ثقل سياسي لماذا؟ لأن وزارة العدل هي المعنية بالدرجة الأساس في توجيه أي تهمة كانت لأي شخص كان قد حرض أو شارك أو أسهم في أي عملية انقلابية أو عملية تمرد تحصل داخل الولايات المتحدة ولكن هذه التوصيات هي رسمت خارطة طريق لوزارة العدل التي تقوم هي الأخرى بتحقيق منفصل حول كيفية تعامل الرئيس السابق ضلط ترامب مع الأحداث التي جرت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة هي تركت الباب مفتوحا أمام توجيه تهم ليس للرئيس السابق ضلط ترامب فقط بل أيضا لآخرين من محامي البيت الأبيض وكذلك من أركان الإدارة السابقة ولكن هنا وزارة العدل تحاول أن تنأى بنفسها عن أي تهم سياسية وأنها تكون منقادة لضغوط سياسية في خضم الآن التوجه ما بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي وبالتالي هناك من يرى اليوم بأن هذه التوصيات لربما ستقوي من موقف ترامب أكثر مما تضعفه لماذا؟ لأن هذه التوصيات جاءت بعد إعلان دونالد ترامب ترشحه بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتالي تضع هذه التوصيات وزارة العدل أمام ضغوط عالية خصوصا وأن هذه اللجدة كما هو معروفية لجدة ترأسها وعمل عليها الحزب الديمقراطي صحيح أن هناك عضوين من الحزب الجمهوري ولكنهم بالنتيجة يمثلون جهات مناوئة للرئيس السابق دونالد ترامب وبالتالي الكرة اليوم في ملعب وزارة العدل التي هي تعيش في هذه البرحلة في هذا التحقيق لكنها قد تستفيد من بعض الأدلة التي ستحصل عليها من هذه اللجنة وآلاف الوثائق وأكثر من ألف شهادة قامت بها هذه اللجنة من الشخصيات التي كانت على تواصل وكانت في خضام الأحداث التي حصلت في قضية الكابيتال الوفا نعم صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية تصفية حقوق الشعب الفلسطيني هذا السلوك والنهج الذي اتبعه ترامب وإدارته السابقة نسرين هل هناك من مخاوف جدية وحقيقية فلسطينيا من عودة ترامب؟ يعني طبعا الفلسطينيون يدركون تماما أنه لا فرق فعليا بما يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة كونها دعم رئيس لإسرائيل لكنهم بالأكيد لا يريدون عودة ترامب إلى الحكم لأن عهده كان الأسوأ بالنسبة للفلسطينيين من حيث دعم إسرائيل وتحويل السفارة إلى مدينة القدس والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن لكن حتى إدارة بايدن لم تقدم الكثير رغم كل الوعودات التي قدمتها إلى الفلسطينيين فإنها لم تقدم شيء وهناك حديد بأن السفارة ستفتتح فعليا في مدينة القدس وحتى السفارة الكنسولية التي كانت موجودة في القدس الشرقية ووعد بايدن بإعادة فتحة للفلسطينيين في القدس لم تفتح حتى هذه اللحظة ولم يكن هناك عودة إلى طاولة المفاوضات ولا يوجد حديد حتى عن القضية الفلسطينية من قبل الجانب الأمريكي وبالتالي بالنسبة للفلسطينيين كل القيادات والزعمات الأمريكية هي مع إسرائيل ضد الفلسطينيين أعوذ إليك محمد هل ستؤثر كذلك إجراءات الكونغرس تحديدا على حجم التأييد الشعبي وكما ذكرت يمكن الاستفادة منه بالمسار السياسي والشعبي ونحن نتحدث عن تأييد شعبي يحظى به ترامب وسيما كذلك بين أعضاء الحزب الجمهوري نفسه لا يبدو أن القاعدة الشعبية المؤيدة والداعمة للرئيس السابق دونالد ترامب تأثرت إلى حد كبير في هذه الاتهامات ربما حصل بعض الضرر بالفعل ولكن آخر استطلاعات الرأي كما أجرته شبكة ABC News الأمريكية أظهر أن 52% من الأمريكيين فقط هم من يؤيدون التوجيه تهما جنائيا بحق الرئيس السابق دونالد ترامب أي بمعنى آخر هناك 48% من الأمريكيين هم لا يؤيدون مثل هذه التوصيات أي أن هناك انقساما عاموديا داخل الشارع الأمريكي ما بين مؤيد ومعارض لهذه التهم إذن لا يزال يحظى بهذه القاعدة الشعبية أما على المستوى السياسي وتحديدا داخل قيادات الحزب الجمهوري وفا هناك انقسام ما بين قيادات الحزب الجمهوري هناك جناح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميش مكانل وكذلك ليس جيني هذه الجهة هي طبعا تؤيد توجيه مثل هذه التهم وكان بيان ميش مكانل واضحا عندما قال أن الولايات المتحدة كل من في الولايات المتحدة يعلم من هو المسؤول عن أحداث الكابيتل لكن في الطرف الآخر حتى المناوئين في وقت سابق لدونالد ترامب هم يرفضون أن تقوم حتى وزارة العدل بتوجيه أي تهم جرمية للرئيس السابق دونالد ترامب وعلى رأسهم نائب الرئيس السابق مايك بينس الذي حذر وزارة العدل من الإقدام على هذه الخطوة وذكر بمزاعم الاتهامات التي سيقت لحملة ترامب الانتخابية في عام 2016 بمزاعم تواطئه مع روسيا وكيف أن التحقيقات أثبتت بعد أكثر من سنتين على أن ترامب لم يكن متواطئا وأن هذه هي مجرد مزاعم وبالتالي هناك كيفين مكارثي ومايك بينس هناك قيادات وازلة داخل الحزب الجمهورية لا تزال تتعامل مع الرئيس ترامب على أنه بالفعل زعيم للحزب الجمهوري ولا ينبغي المساس به في هذه المرحلة تحديدا وفا شكرا جزيلا لك محمد كريم موسى عاصي وكذلك الزميلة نسرين سلمي مشاهدين فاصل بعده نحل القضية اليوم فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتوا في قرية البوبالي في محافظة ديالة في العراق شهداء يشيعون بعد هجوم لداعش قبلهم شيع آخرون في هجوم مماثل في كاركوك وفصل بين الحادثين أقل من 24 ساعة فماذا وراء تزايد هجمات داعش وأي مخاطر لهذا النشاط المتزايد على الدول المجاورة هل هي مجرد فلون للتنظيم أم أن ثمة من يريد إحياء المشروع التدميري نفسه في العراق وربما في ساحات أخرى نتابع ثم نحلل هكذا ودعت قرية البوبالي في محافظة ديالة ثمانية من أبنائها الشهداء وفي مقدمتهم عريس القرية وسام العملية نفذها تنظيم داعش عبر كمين استدرج خلاله سكان القرية إلى أطرافها عبر إطلاق النار في الهواء ثم نفذ الجريمة عبر القنص والاستهداف المباشر بالرصاص الكثيف بعد خروج الأهالي لمعرفة ما يحدث طلعت القرية عبالهم لا يتوفي فهم جايين ضربين صليفوا وقع حتى العالم تطلع خطها مدبرة طلعت العالم اللي طلع لأنه تدرح هذا قاعد بظلام وهذا يجي مكشوف ملشوا بيهم ما يقدرون لأنه إحنا العراقيين موصفين بغيرتهم وشهامتهم ووحدتهم فما يقدرون إن شاء الله لا هما ولا اللي وراهم ما حد يقدر إن شاء الله تعزيزات أمنية كبيرة وصلت بقيادة رئيس أركان الجيش العراقي حيث نفذت عملية عسكرية لتمشيط البساتين المحيطة بموقع الحادث فيما يجري التحقيق لكشف ملابساته سيكون هناك عمل جدي كبير من أجل تفويت الفرصة على الأعداء وكذلك كشف المسببين لهذه العملية الإجرامية هناك خطوات أمنية قام بها السيد رئيس أركان الجيش والوفد الموجود وإياه وإن شاء الله نحن عازمين على أنه تكون هناك وضوح لهذه العملية وكشف المسببين والفاعلين إن شاء الله وغالبا ما يلجأ تنظيم داعش إلى تنفيذ عمليات ضد المدنيين بدوافع طائفية وأيدولوجية سعيا إلى شق وحدة الصفة لكن الرد في كل مرة يكون عبر المزيد من التلاحم العراقي ضد عدو مشترك يهدف إلى زرع الإرهاب في العراق تضامن مجتمعي معها للضحايا في رسالة واضحة إلى تنظيم داعش بأن هذه الأفعالة لن تنال من تماسكهم معيشهم المشترك فيما تستعد قوات الأمن العراقي لتنفيذ عملية كبرى لإنهاء تهديد خلايا تنظيم داعش محمد الفهد من قضاء الخالص في محافظة ديالة الميادين مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران ماذا وراء تزايد هجمات داعش؟ هل ما يجري فعلا هو نشاط بحدوده الميدانية؟ أم أن الأمر أكبر من ذلك وأخطر من ذلك ينطوي على توظيف جديد لتنظيم داعش؟ طبعا مساء الخير وفا لك والزملاء بالنسبة لهذه العمليات في خلال أقل من شهر ثلاث هجمات نفذها داعش تعتبر هجمات وضربات كانت متقدمة في شمال العاصمة العراقية بغداد في الطارمية وفي كاركوك وآخرها يوم أمس في محافظة ديالة الأسلوب هو مشابه لأسلوب الهجمات التي كانت بعنوان صليل الصوارم التي كان ينفذها تنظيم داعش قبل الانهيار الأمني عندما كان يلجأ للعمل الأمني وعمليات الاختيار والتصفية والكماء وبالتالي من الناحية الميدانية هي عمليات تنفذها مجمع مسلحة ربما لا تتعدى ثلاثة في المفرزة الواحدة لذلك تضع سيناريو لعملية التنفيذ تظهر وكأن المهاجمين يزيد عددهم عن عشرين بأسلوب توزيع أدوار المهاجمين لكن من الناحية العملياتية المشهد مشابه للمشهد الذي سبق الانهيار الأمني وهذا ينطوي على مخاطر ذلك يعني أن هؤلاء الذين هاجموا لديهم حاضنة ونقطة انطلاق ولديهم هدف يتم تنفيذ الضربة من خلاله تستهدف نقطة بحد ذاتها لم يعودوا يلجأون إلى الخواصر الرخوة هم يهاجمون قوات أمنية في الطارمية هاجموا قوة من الجيش العراقي في الرياض بيكاركوك هم هاجموا دورية للشرطة الاتحادية في ذيالة هاجموا مدنيين هناك خوف من محاولة توسيع يستهدف التنظيم من خلالها أن يوسع هاجماته في عدد من المحاور والنقاط الرئيسية لعدة أسباب الخوف هو من أن يكون هناك توظيف جديد وعملية ضغط للمشغل الإقليمي للمشغل الدولي لمن يفاوض أو من يقف خلف ستار المفاوضين في عملية إعادة إنشاء وتنشيط هذه الخلايا لتنفيذ هذه الهجمات وتوجيه ضربات بتسلسل زمني وبرقعة جغرافية حساسة ومهمة كالعاصمة بغداد وككاركوك وكمحافظة ديالة وهذا أمر خطير ما تتحدث عنه بكيفية تطور هذه العمليات عبدالله وبالأدوات والأساليب وهنا أنتقل إليك قطيبة يعني تعرض هذا التنظيم للكثير من الضربات وأيضا تم تصفية قياداته الأساسية اليوم بناء على هذه البنية والهيكلية لهذا التنظيم في أي إطار يأتي هذا النشاط نعم وفاكل التحية لك والزهولة الكرام بالفعل كان لافتا أو يبدو لافتا هذا النسق المتصاعد إلى حد ما نوع جديد ربما يكون غريبا غير مألوف بالنسبة لهذا النوع من التنظيمات أو بالتحديد تنظيم داعش قياسا على التجربة معه خلال السنوات الماضية هذا النسق الذي نتحدث عنه يمكن الحديث فيه في حقيقة فيه ثلاث سياقات السياق الأول يتعلق بطبيعة التنظيم المستجدة طبيعة البنية والهيكلية المستجدة للتنظيم طبيعة المفارز التي تحدث عنها الزميل عبدالله العمليات التي تحاول أن تعزف على وتر الضجة الإعلامية إلى حد ما في محاولة للظهور إلى حد كبير وفي محاولة للحفاظ رمو عن ما على المعنويات أو إسهار رسائل لفروع التنظيم المتنوعة أو خياليها التي باتت مقطوعة عن ضعضها إلى حد ما وتعمل بحالة عدم مركزية إلى حد كبير يبدو التنظيم وكأنه يقوم بعملية اختزان للقدرات ومن ثم ينفجر دفع واحدة ويعود إلى حالة السبات هذا يبرر إلى حد كبير حالة المفارز أو العمليات المتفرقة التي نشاهدها السياق الثاني نتحدث فيه على أن هذا التنظيم أو النوع من التنظيمات وبالتحديد داعش هو تنظيم يقتات على حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي هذا فيما يتعلق إلى حد كبير بجانب الحدود المتعلق في العراق في الجانب السوري هناك أيضا حالة مشابهة ولكنه يقتات أيضا على حالة الفراغ الأمني والسياسي إلى حد ما في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية ويستثمر إلى حد كبير في حالة الوضع المعيشي المزري والاقتصادي المزري إلى حد كبير السياق الثالث يتعلق بعامل خارجي إلى حد ما أريد أن ألفت هنا إلى أنه في أيلول كان هناك مقالة لافتة في وول ستريت جورنان لبرنار هنري ليفي عراب الثورات الأطلسية المعروف والذي حذر بالمناسبة من عودة الحياة إلى تنظيم داعش لكنه قام ربطها بضرورة الاستثمار الأمريكي أكثر في المنطقة في سوريا والعراق وفيما أسمعهم الشركاء المحليين هناك وهو تحدث عن الميليشيات المرتبطة إلى حد ما بالأمريكا وبالتالي هذا مؤشر نوعا ما إلى حالة ربما خارجية إقليمية دولية تحاول الاستثمار في إعادة إحياء هذا التنظيم وفق جنداتها الخاص نعم هنا أنتقل إليك زميل قسم عز الدين وللسؤال الرئيسي ما هي الأسباب لأنه أشار الزميل قطيبة يمكن توظيف واستثمار جديد من قبل المشغلين الدوليين والإقليميين ما أسباب إحياء تنظيم داعش وأمثاله من التنظيمات من زاوية سياسات التحالف الدولي كيف يتم ذلك ولماذا يعني الأساس هو ليس فقط تنظيم داعش تنظيم داعش هو محط أنظار لكن ما يلفت النظر أكتر حتى بالنسبة لتنظيم داعش يعني الاجتماع ب16 شهر للتحالف الدولي بهلسانكي اجتمعوا 85 عضو وزراء دفاع وقبلها وزراء الدول بالمغرب اليوم بهلسانكي اجتمعوا لكي يناقشوا التقدم الحاصل من 2014 لحد الآن كيف يندحر داعش ويحددوا أكثر كيف يمكن مواصلة هذا التقدم عندما تبحث وتنظر ماذا يقررون وماذا يفعلون يوصيون بزيادة المساعدات الإنسانية ويخوفون من التهديد الذي وصل إليه داعش في أفريقيا وفي آسيا الوسطى ويعددون مخاطر داعش إذن أين هو التقدم ولماذا لم يتقدم أنا برأيي هذا هو الموضوع الأساس وليس التفصيل فيما يحدث فقط في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر والسياق الأساسي استراتيجيات التي افتعلت وصنعت المنظمات الإرهابية وعلى رأسها داعش هي تفتعل ألا تطفئ هذه الكوارث التي تصنعها لماذا لأنها تستعملها في معانا داعش في العراق وفي علاقتها مع تركيا هي تريد أن توازن في آسيا الوسطى تريد أن توازن مع روسيا في أفريقيا تريد أن توازن مع الصين ومع روسيا هذه السياسات العامة وهذه هي الاستراتيجيات الفعلية التي تنتهجها الدول الغربية وعلى رأسها دول حلف الناتو والولايات المتحدة بشكل خاص سنفصل بهذه الاستراتيجيات صحيحة الذي علينا أن ننظر به كيف ينعكس على بلداننا وعلى محيطنا في آسيا الوسطى وعلى العالم الإسلامي بل أكثر من ذلك العالم المسيحي ينفجر بنفس الهمجية الهندوس ينفجرون بنفس الهمجية اليهود نفسهم سواء بفلسطين محتلة أم خارج فلسطين المحزلة دواعش بدواعش الأساس من أين جاءت هذه البربرية هي من النظام الأمريكي الذي يتحكم بهمجيته وبربريته بالعالم والمشكلة قاسم ليس فقط بسياسات هذه الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية بل اتباع الحكومات التي تتعرض جغرافيتها وبلادها وشعبها إلى هكذا هجمات بسياق متصل وهنا سنسأل يمكن ونفصل لماذا هذا الاقتداء وهذه التبعية بهذه الوصفة أعود إليك من جديد تحديدا عبدالله من أي ثغرة يعبر المشغلون لداعش لإعادة هذا القلق وهذا التوتر الأمني في العراق نعم وفى طبعا العبور من ثغرات وضعف من الفساد من الأخطاء بكل بساطة على سبيل المثال عندما يتم الكشف عن شبكة من ضباط بينهم حتى منهم رفعي المستوى مسؤولين على أمن الطاقة متورطون بعمليات تهريب البترول ذلك كارثة هذا النموذج الذي تم كشفه ما بالك بالذي لم يتم كشفه بالتالي الأخطاء والفساد عندما يتسلل إلى مؤسسات الدولة من هذه الثغرات يتسلل المشغلون الإقليميون تمت سؤال أيضا من الذي يمنع أن يكون هناك إعادة توظيف أمريكية لهذا التنظيم من باب إعادة التفاوض إعادة ترتيب الأوراق إعادة أسباب بقاء القوات الأمريكية أو قوات التحالف التي لها صبغة أخرى في العراق اليوم وهي صبغة المستشارين عملية التوظيف ليست جديدة هي كانت حاصلة حتى الأمس القريب في العام 2014 العراق الذي يتمتع بعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أساس اتفاقية استراتيجية أو اتفاقيتان ما بين بغداد وواشنطن واشنطن لم تسع في العراق برصاصة واحدة منذ الانهيار في حزيران 2014 إلى آخر السنة لم تكن هناك عمليات فعلية على الأرض أو عمليات جوية تنفذها واشنطن برغم مخاطبات الخارجية العراقية ثلاث مرات للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إسعاف بغداد هناك عملية توظيف وضغط وعملية لعب بالأوراق قد تكون هي عملية اختبار ليست بالضرورة هي مقدمات لسيناريو مشابه للعام 2014 قد تكون عملية جس نبض أو فحص الموقف أو القرار السيادي العراقي أو الحاجة العراقية للدور الأمريكي أو الجدية التنفيذية العراقية في أن تكون هناك معالجات فعلية لمكام الخلل والأخطاء والفساد في هذه الحكومة وبالتالي من الجانب العملياتي والميداني لا يجب أن تتوقف عمليات البحث الأمني والعمليات العسكرية بذات الوقت هناك قنابل في سبات ليست فقط موقوتة هي مخيمات النازحين لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح عمليات ترقيع سواء مخيمات النزوح في الداخل العراقي أو مخيم الهول الذي فيه الآلاف من العراقيين والعرب والأجانب لا يتم البحث في هذا الموضوع بالشكل الجدي والمعالجة الجذرية الحقيقية ذات المدى البعيد طرحت السؤال الأهم عبدالله هل يمكن العودة إلى سيناريو عام 2014 بعد مرور ثمانة أو تسع سنوات قطيبة ونظرا إلى حالة التنظيم بشكل عام هل هناك من مصلحة ما لإعادة إحيائه ولمن؟ لمصلحة من؟ يبدو أن لديها مصلحة في إعادة إنتاج المرحلة التي عاشتها المنطقة وبالتحديد سوريا والعراق ما بعد عام 2014 بالتحديد مع ظهور هذه التنظيمات أو انفجارها إلى حد كبير وتحديدا تنظيم داعش عبدالله استخدم مصطلحا دقيقا جدا بالنسبة لعمليات التنظيم يتعلق بجسط نبض هو بالفعل يبدو أنه يختبر إلى حد ما رد الفعل الاستجابة إلى حد كبير للبناء عليها في الوصول لحالة معينة لما بعد العودة إلى تفاصيل تلك المرحلة هي غير مرجحة وربما تكون مستحيلة أيضا السياقات تغيرت المناخات تغيرت الظروف تغيرت التنظيم بحد ذاته ضعف كثيرا وأيضا تغيرت عقليته واستراتيجيته وطريق تفكيره في هذه المنطقة على المستوى الرسمي والشعبي إلى حد كبير الاجتماعي هناك تجربة بنيت على بحر من الدماء في الحقيقة وعلى مواجهة استمرت لسنوات طويلة وبالتالي من غير المرجح أن يكون ذلك ولكن هذا لا يعني أبدا التقليل من قدرات التنظيم كما لا يعني أيضا المبالغة في تقدير إمكانات التنظيم لأن التقليل من إمكان التنظيم تصبح في إطاره الاستراتيجيات المواجهة ناقصة إلى حد كبير تصبح تعطي الفرصة للتنظيم للبناء على هذه الاستراتيجيات الناقصة تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه وربما التفكير إلى ما بعد وبالإضافة لذلك هي تكلف الكثير من حيوات الأبرياء المبالغة أيضا هي تؤدي إلى تبني استراتيجيات فاشلة إلى حد ما أو أيضا منقوصة لأنها تبني على تجربة سابقة في ظروف ميدانية وأمنية مختلفة وهي أيضا تعزز إلى حد كبير السردية الأمريكية التي تقول بأن وجود الولايات المتحدة ضروري هي تعزز أيضا سردية إلى حد ما الميليشيات المرتبطة بأمريكا المنطقة التي تدعي بأنها تواجه داعش ومن خلال المبالغة في خطر داعش إلى حد ما هي تحاول بناء شراكات عالمية واستجرار اعتراف دولي بها إلى حد ما بالإضافة إلى الدعم المالي والعسكري نعم قطيبة أختم معك قاسم مع عز الدين لماذا تفشل الحكومات بالقضاء على ظواهر داعش وهذا ما أشرنا إليه ويمكن تطرقت إليه اتباع الوصفات الغربية يعني عدم قدرة على خلق استراتيجية واضحة بالقضاء على هذا التنظيم لماذا التبعية؟ هو بالضبط هذه التبعية الحكومات متحدث عن الحكومات ككل ليس فقط الحكومات العربية أيضا أبعد من المنطقة العربية لماذا تفشل في معالجة هذه الظاهرة؟ لأن المجتمعات نفسها مريضة يعني نحن نتحدث عن تنظيم لكن هذا التنظيم ليس في المريخ هو على الأرض هو في مجتمعات موبوءة مجتمعات غير سليمة مجتمعات فاسدة ليس فقط طبقة سياسية وحدها الفاسدة إنما الفساد يعم المجتمعات والتفتيت والانهيار والتحريض الطائفي والحض على العنف والقاتل إلى آخره هذه المجتمعات تحتاج إلى سياسات أخرى وأول ما يجب الوقوف عنده الاقتناع تماما الاقتناع أن هذه الدول الغربية بوصفاتها لا تريد بل من مصلحتها أن تعيش هذه المجتمعات كما تعيشها حاليا بل أسوأ من ذلك عندما نقف عند هذه النقطة البداية يمكن أن نصل إلى وضع سياسات معالجات فعلية ليس نحن الذين نخترع البارود هذه الهمجية كانت موجودة سابقا وجرى معالجتها حتى في الدول الغربية عولجت مثل هذه المظاهر لكن اليوم نعود إلى البربرية السابقة وأشد عنف وأشد كراهية وأشد الحقاب وأشد بربرية نعم يعني وقف خطاب تفتيت الاحتراب وهي عوامل وعناصر أساسية بخلق ظواهر كداعش هل يمكن الحديث بشكل مختصر جدا عن تصحيح لهذا المسار؟ بدون أدنى شك نحن نملك كل المجتمعات تملك إمكانية الانسجام لنا تاريخ عريق ولكل المجتمعات لها تاريخ عريق ولها تاريخ مشرف ومشرق للأسف زرع فينا بأننا غير قادرون أن نفعل إلا إذا ما أوصونا بأن نفعل به والتجربة تدل كلما اتبعنا التواصي والتوصيات والتباعية كلما غرقنا في الوحول وأكثر من الوحول علينا أن نثق بأنفسنا ونعود إلى تاريخنا البضيء ليس كله إنما الإضاءة في هذه التاريخ لكي نسلك مسار آخر ونطوي هذه الصفحة من التفتيت والاحتراب والاحتراق الذي نعيش به دوما ونخبنا للأسف تشدنا بهذا الاتجاه بحجة القيمة الديمقراطية والحريات وإلى غير ذلك علينا أن نقف أمام الحائط المسدود ونعود إلى المنبع الأصيل الذي يمكن أن يلحمنا فيما بيننا ونعيش بإلفة وبسعادة وقادرون أن نعيش بهذا إذا عدنا إلى أصلتنا كما تعيش المجتمعات إذا عادت إلى أصلتها أينما كان أن تدير ظهرها للسياسات الأمريكية وللبربرية الأمريكية استقلالية القرار هي العنصر الأساسي كما تتحدث قاسم عز الدين على كل أحوال شكرا جزيلا لك قطيبة الصالح وكذلك عبدالله بدرام حللنا معكم اليوم قضية اليوم في التحليلية التحليلية انتهت مشاهدين الكرام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة